هل يجوز اعطاء المال للشحادة المتسول بالطريق؟ الاصل قول الله واما السائل فلا تنهر اذا حسيت هالمتسول بحاجة اعطيه اذا شفته انه على صحته وحسيت مانه بحاجة والشحادة صارت شغلته وعملته فلا تعطيه اعطيه لمن هو بحاجة والحديث لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعته لحم يعني ما في لحم وجهه يتساقط ايوما يقدم النذر ام ديون الناس؟ لا والله ديون الناس لقول النبي يقضى عن الشهيد كل شيء لدين هل يجوز الدعاء على من ظلمني؟ نعم يجوز الدعاء على من ظلمك بس لا تقل العيار بقدر المظلمة قال الله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال ابن عباس في تفسيره لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلومة هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ وما هو الدعاء؟ نعم يجوز ولا يوجد مانع يمنع أما الدعاء يلي بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل أيها الشئد وما هو دعاء الوضوء؟ هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ نعم يجوز ما لم يأتي شطر الليل الأفضل صليها بالمسجد مع الجماعة هل يجوز أن أرقي نفسي أم أستعين براقي ليرقيني؟ لا الله أرقي نفسك أفضل بالمعوذتين وقل هو الله أحد آخر آيتين من سورة البقرة آية الكرسي مع سورة الفاتحة هل يجوز أن أصلي بالحذاء؟ نعم يجوز إذا أمنت النجاسة وسئل أنس هل كان النبي يصلي بحذائه؟ قال نعم رزقي ضيق ماذا أفعل؟ اشكروا الله لا إن شكرتم لا أزيدانكم الاستقامة وأن لو استقاموا على طريقة لأسقينهم ما أن غدق صلة الرحم من سره أن يبسط له في رزقي أو ينسأ له في أثري فليصل الرحمة مع التصدق وملازمة الدعاء والاستغفار إذا قرأت القرآن من الجوال ولم أقرأ من المصحف هل اعتبر هاجر للقرآن؟ لا ما بتعتبر هاجر لأنه أنت عم تقرأ والقرآن من التليفون من الآيباد من ذكرتك الأجر واحد لأن القرآن واحد لا يتعدد هل يقع الطلاق على الحامل؟ نعم يقع الطلاق على الحامل على الحائض على النفساء على المرضعة عند جماهير العلماء ما هي أفضل الأعمال التي أعملها للميت أبوك أمك؟ ادعي له تصدق عليه استغفر له إذا عليه دين اخذ الدين إذا عليه نذر أو في النذر إذا عليه صوم صوم عنه لأن النبي قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه إذا كان بإمكان حج وعمر أيضا يجوز هذا والله أعلم سلام عليكم